شاركت معالي شيخ مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين لثقافة والآثار في اجتماع وزراء الثقافة بمجلس التعاون الخليجي بالعاصمة القطرية الدوحة وأكدت معاليها أن هذه الاجتماعات تأتي في سبيل تعزيز الثقافة والهوية الخليجية وقد ناقش أصحاب المعالي والسعادة الوزراء عددا من الموضوعات المتعلقة بدعم التعاون الثقافي المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي كان من بينها متابعة تنفيذ المشاريع والأنشطة التي تعمل على تدعيم الثقافة المجتمعية المعتدلة ومواجهة أفكار التطرف والإرهاب وتعزيز الهوية الخليجية إضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع في الأدب والفنون البصرية والموسيقية والمسرحية وعلى هامش الاجتماع كرمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عددا من الشخصيات الثقافية الخليجية منهم الفنان التشكيلي عدنان الأحمد عن مجال الفنون البصرية والباحث الأستاذ خالد البسام عن مجال السيار الأدبية والأديبة الدكتورة بروين حبيب عن مجال النقد الأدبية في كل سنة هناك تكريم خاص للمبدعين في هذه البقعة العزيزة من وطننا العربي الكبير رواد الخليج مبدعيهم في الفن في الموسيقى في مجالات الإبداع شتى يتم تكريمهم في هذا اللقاء السنوي فخرا لنا أن نكون حاضرين لكي نشهر تكريمهم ونكرس حضورهم المهم في حياتنا أولا هذا التكريم ليس تكريم لبروين حبيب فقط قلت في ختام خطابي أن هذا تكريم لمعظم الإعلاميين الجادين الحريصين على فكرة الفزة الثقافة تكريم لأجيال سابقة حملت شرف البدايات تكريم لليلة رستم الإعلامية الكبيرة تكريم لأحمد علي الزين لكوثر البشراوي لزاهي وهبي لأصدقائي اللي عملوا على فكرة تحويل كل شيء أدبي ومعرفي مرئيا هذا تكريم تكريم أيضا لبلادي البحرين تكريم لمستقري دبي اللي حققت فيها الكثير وتمكنت من أدواتي المهنية وأهدي هذا التكريم لبلادي البحرين هذا التكريم ليس لأنا شخصيا كفنان وإنما لكل الفنانين البحرينيين وكان شرف كبير لي وانا سعيد جدا بهذه الجائزة وأريد في هذه المناسبة أن أشكر الناس اللي لهم فضل علي في الوصول لهذا الشيء سعادة الشيخ راشد بن الخليفة الخليفة شيخ الفنانين في البحرين ومعالي الشيخ خمية الخليفة اللي كان لها دور كبير في دعمي ومسانتي للوصول لهذا الشيء وأنا سعيد جدا أني أرفع اسم بلادي في الدوحة الحبيبة وأشكر الأمان العامل والمجلس التعاون على هذا التنظيم وهذا التكريم